السلام عليكم ودود ستور متجر جميل يبيع الكونزو سكنات فورتنايت واشتراكات بلس وبطاقات ستيم وغيره عنده مقسام وفي عروض منزلينا شيك عليها وموثوقين ومضمنين لأنا تعاملت معهم وبهضه في تطبيق خاص فيهم للأندرويد والآيفون شيك عليهم الرابط في الوصف طيب يا جماعة أنا عارف أني ساحب على هذه السلسلة أول أسبوع ما جات مشاركات بس جات مشاركات بعد كثير لكن أنا تكسلت شوية وما علينا اليوم رجعنا خلينا نخش على مشاركاتكم أول ستتب من ليث من العراق وهذا ستتب بسيط شاشة ألترا وايد كرفت حق نفر واحد لا يوجد تكلف ولا يوجد قروشة طاولة بسيطة خفيفة حتى البي سي ما هو جنبه تحته لديك من الشاشة هذه 4-32 بوصة ألترا وايد 144 هرت من شركة شاومي غريبة أول مرة أدري أن شاومي يعمل شاشات هذا الجوال من شاومي بالمناسبة ماوس رجيك جي 502 هيرو وكيبورد ريد دراجون كي 580 سبيكرات كريتيف وهيتة إكسبيريا وكنترولر إكسبوكس وانا يلعب بألعاب السيارات كاتب أنه استخدام الستتب للألعاب والدراسة وفكر أطور الستتب لما يتوفر كرت 3000 أي كرت تنصحني لهذه الدقة؟ طبعاً دقة الألترا وايد اللي يلعب فيها 1440 اللي هي 3440 في 1440 يعني دقة أعلى من التوكي وأقل من الفاركي في النص أنا عندي هذه حالياً الألترا وايد لأجربه كذا فأنا أرى كرت فريمات عالية 3070 وفوق لا تفكر أنك تأخذ تحت 3070 أنا أفضل 3080 راح يكون يعني تطلع قيمته على هذه الشاشة نشوف ماصفات البي سي عنده i78750 على كرت GTX 1060 16 جيجا بايت رام ممكن إذا شفت استخدام معالج ذا عالي ممكن تطور وضعك بعدين أو استنى في نسخة ويندوز مخففة ممكن تساعد ذا الموضوع بنزل على مقطع إن شاء الله قريب أعطيك العافي حبيبنا وإن شاء الله تتطور للأفضل نروح للستب اللي بعده من ماروان وهذا الستب ما شاء الله عندكم جايب شاشتين جن بعض طاولة واسعة ونانوليف في الخلفية مع جدران مختلفة وطبعاً هي غرفة والسرير والتكوى جلتة بسيطة في تفاصيل حلوة عندك المشاشة الأولى من AOC 2765 هرت والثانية BINQ 75 يقول إن الطاولة أنا مسويها والصور اللي في الغرفة أنا مسويها البراويز حقتها ما شاء الله كافو استمر إلى الأمام ماوس Logitech G402 و Headset Logitech G630 كيبارد ريزر كراما البي سي حلو الكيس اسمه X0 ما أعرف أول مرة أسمعه ومواصفات البي سي اي سيفن 9700F على رامات تيم جروب 16 جيجا بايت 3200 ميج هرت وكرت ارت ايس 2060 سوبر وكاتب إنه هذا أول ستاب له ما شاء الله ستاب جميل خصوصاً إنه كميوتر مواصفات طيبة عندك الكيس ما شاء الله منظره جميل مع هذه المراوح الكثير وقزاز في قزاز عندك النانوليف الخلفي ممكن تحط شي تحت النانوليف صورة أو يعني شي يشان يغطي أو رف ممكن تحط رف كذا يعطي لوك أحلى من الجدار الفاضي بالنسبة للغرفة بشكل عام طيبة الطاولة هو مصممها بحاطة استكارات واضحة يعني يمكن هذا اللوك هو يشوفه حلو البراويزة هذا اللي يقصدها هو مسوية ما شاء الله حلو طيقة العائفة حبيبنا نروح للستاب اللي بعده من عبدالله والكل يقول لي جنزو وكاتب إنه سلسلة تحرف السيتاب كانت تغير إنه كان ياخذ منها أفكار في المقاطع فاستفاد إنه سوى سيتاب وكاتب إنه لايب كونسول وتحديداً فيفا هذا السيتاب ما شاء الله عندكم الرواقان هذا في جهة سيتاب الكونسول سرير مع جلسة كراسي مرتبة وقدامه الكونسول يتفرج ويروق مع البركة الخشب وأجدار الأبيض ثيم رائق يعني سيتاب البيسي ما شاء الله مرتب جداً رفوف علوية يحط فيها الكاراتين وسترات ألعاب أو إنميات وعندكم شاشتين شاشة بينكيو 24 والثانية AOC 142K موس غلوريوس موديل O والكيبورد كولر ماستر CK 550 طب إنه الغرفة عبارة عن كاتب جناح ملحق خارجي ما نفهم بس يعني طور فيه كان ما هو حقه وصار حق وحاط فيه ستوديو تصوير وكاتبني قصة الستوديو يعني إيش فكرته فواضح إنه مغير فيه يعني شوفوا فيه منطقة تصوير وفيه منطقة منتاج ومنطقة لعب ومنطقة تفرج أفلام وكذا لكن ما شاء الله يعني المساحة حلوة هذا أحلى ما في الموضع وصفات البي سي عندكم i7 8600 على رمات 16 وكرت 1070 يطيك العافية ستوديو ستوديو مساحتك جدا جميلة نروح للستوديو اللي بعده من عبدالعزيز من المدينة وهذا الستوديو ستوديو جميل والسرير وراء والشاشتين جاي بشكل عرضي وطولي جدا ما شاء الله مرتبة يا جماعة هذا قد شارك معنا في حرب الستوديو حلقة 64 خلونا نشوف الصورة القديمة كان على لابتوب يا جماعة مو بي سي وما شاء الله شوفوا الأبغراد القوي اللي صار الثلاجة اللي تحت ذكرتني فيك طبعا عنده تويتش يسوي بثوث تطور الوضع عنده فحاب يدخل المجال عندكم الشاشة الأولى أوروس الأساسية 240 هرت وكاسر سرعتها الـ 244 يعني مو عاجبه يبغى الـ 4 هرت زلزايدة وشاشة الثانية من بينكيو 60 هرت وبرضو كاسر سرعتها الـ 77 هرت يحب يكسر فيه لمسات حلوة في هذا الـ setup مثلا الجوال اللي شايفينه هو جوال الشخصي ومحمل عليه برنامج يخليك قطعة ستريم ديك برنامج مدفوع اسمه توتش بورتل واضح قدامكم في الطرف بـ 60 ريال تقريبا كاتب لي وحركة حلوة بدلا ما يدفع في ستريم ديك يعني سماعت HD 850 نيكس وكاتب انه عانا عشان اني توصله وأنا عارف المعانا اللي وصلتك لكن عشان كذا قلت حشحنا البريد امريكا لانه حس الشحن المباشر طويل عندهم في الموقع بس عموما مبروك وانا عارف انه تسمعوا صوتي وتقولوا ايش بذا ما يحول على وجهه لانه انا مشاركة هذا الشخص اللي يحب يكسر السرعة ما صورتها فانا قاعد بالمايك اسجله فعشان كذا ما تقدر تشوفه وجهي وديو انترفيس كارلت سولو موصل لوجيتيك جي برو وكيبر دريد دراجون ومايك اي تي عشرين عشرين نفس اللي عندي نسخة الاكسيلار الكنترولر سكرف امباكت مصفة البي سي مع الجرازين سفن 3800 اكس على رامة 16 كورسير كرت اي في جي 3080 الترا وحاط وراه علامة قيم اي تليب واحلى اضاءة على اليسار في الرف مع اللقها استغل كل زاوية في السيتاب بس حلو التحول من السيتاب القديم الى هذا ما شاء الله ابغرد جميل يعطيك العافي حبيبنا نروح لاخر مشاركة اليوم عندنا من حمد وهذا السيتاب حق شخص واحد نظيف من تحت ما شاء الله في الكابل مانجمنت طاولة هذه قد شفناها كثير من اي كيا عندكم شاشة ازوس 1440 1080p ماوسو كيبورد هيب ريكس وماوسو بات ستيل سيريس سماعة DT 770 250 اوامز وعندك داك امب اف اي زين هتفون هانجر وستاند للمايك كل شي مرتب ونظيف عندكم البي سي الكيس من فانتكس اكليبس بي ستمية اس حلو الكيس مواصفات البي سي اسفن 7820 اكس على الكر جي تي اكس 6070 ورامات فينجينس 32 جيجا بايت نضع فقر انمي فوق الكرت يعطي منظر حلو الداك امب كويس انك استخدمت لانه صراحة سوند بلاستر ما يكفيها انا استخدمت لكن كويس انك حطيت امب خارجي انا بجرد الموضة بشكل افضل لحين قاعد يعني اشتغل عليه اي باد لاب تاب على خفيف يسار ممكن استخدموا وقت بثوث او زيك اعطيك العافية في مشاركات ثانية ما انسيت في ناس ايبوا حلقات حرب المطفرين ان شاء الله راح اضبطها في مشاركات جات فمعلكم اضبط كمفين مطفرين فبس هذا كل شي اعطيكم العافية شكرا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة نشخه